مرحبا فيكم حبايبي برج الجدي خلينا نشوف الطاقة العامة لإلك كيف حد تكون هذا الشهر انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار فطاقة حلوة برج الجدي كمان ما ننسى انه كان تعبان يعني شا عارفة كتير الناس عم بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الأبراج فبدنا نصبر خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوية عن العاطفة رح تروح يمكن انت والحبيب على حفلة معينة أو يمكن تلتأوا شغلوا موسيقى مش عارفة وترقصوا عليها زي ما هو بالصورة على فكرة في هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح كل واحد وراه مفتاح فنبين انه كل واحد عارف مفتاح الثاني وكأنكم لكم فترة طويلة عم بتكون مع انه هاي الفراقة مش عاطفية بس بيانت فيها العاطفة بشوف هون تنين عم بيعشقوا بعض عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون عم بشوف مشاعر كتير داخل الصورة يعني مش بس صورة هي على علاقة فلاسية بهرب منها انا بهرب منها هي والطاقات السلبية بس ورانا ورانا حبايبي الطاقات عم بتكون قبل ما انسى يعني الطاقات عم بتكون مائية ترابية نارية اكتريتها طبعا انا بحكي بيان عنا بالجهتين مع انه هاي مش قراءة عاطفية ولكن بيان عنا انه في بالماضي خلينا نقول او ببداية الفترة هاي رح تستمر شوي العلاقة الثالثة او الطرف الثالث بعدها رح يكون اللي هو انت معاك مفتاح معين بجنب العلاقة الثلاثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار او قربت كتير من الانتصار زي ما قلنا العلاقة الثالثة ما انتهت تماما رح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة ولكن الاتصار للك بجنبهم يعني ملاصق بعضكم عم بيغير عم بيغير مسكن او عم بيغير بلد كان يحلم في هذا الاشي من زمان وهلأ عم بيتحقق او انه منزل جديد اساسا يعني مش انه ما كان عندك يعني مسكن وصار فيه عندك او كنت مستأجر اصطي وما كان وهلأ صار فيه عندك بيت او عم تنوع لهذا الاشي عم تشتغل عليه فعم بشوفه بايدك المفتاح هذا او ممكن يكون مفتاح سيارة او مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون فشي حلو كتير بشوف هون فيه جنون بالحب فيه تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة يمكن يصير فيه عناق يمكن ما بعرف يمكن تعبروا المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته بس انه رح يصير فيه تعبير كتير بالحب رح تكون المشاعر متبادلة وهي اساسا متبادلة رح تحاولوا انه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي ناس اللي سافرت اساسا من برج الجدي ما توفقت اذا كانوا سافروا باول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا انا بقولهم اصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد فما تخافوا او كذا لا شايفيتك معلق موضوع يمكن انك الرجوع للشغل معين انت تركته لبلد معين فيه ببالك شي كبير مصيري او الرجوع للحبيب ولكن معلق يعني تاركها على ربنا وكأنك انت يعني حاط زي ما بقوله حاط اجر ورا واجر قدام عم بتحاول انك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايبي يعني ممكن تكون بشكل عام ما عم تقدر تسحرك هاي الفترة في امور رابطيتك ولكن انت جاهز جاهز للتغيير فيه تغيير في حياتك رح يصير حكينا عن الطاقات هذا بشكل عام الصحة طلعت عنا حلوة كتير طيب نفتح اللي هو باي ورق نفتح بهذا نشوف العاطفة كيف شكلها هاي الفترة مقلوب خليه مقلوب آه الكروت كلها مقلوبة بس هادا خليه معلوب مش مشكلة ليش يا جدي حاب بتعود لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تعود لحالك في الباط بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله ينعزال بالموضوع حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بيغض النظر عن الناس اللي منيح واللي مش منيح عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني ضغرب التعصب على العالم ضغرب لا انا بقولك امسك اعصابك هاي الفترة عم بتكون صعبة على كتير من الناس فامسك اعصابك عبين ما يصير فيه ومبين انه فيه تغييرات حلوة لقدام شوف هاي ما احلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلعت كتير حلو لو هي مش مقلوبة شوف كيف قديش صعب الورقة كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة وكأنه بيقولك الورق انه الشغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة اليك وكنت يعني حاسة انها بعيدة طبعا بحكي على العاطفة فهي لا ممكن تكون بين ايديك هون بشوف الطرف التاني حاسس انه كتير تعبان كتير اه حاسس حالو ضايع طول الوقت عم بيفكر فيك خاصة بفترة الليل يعني يمكن بفترة الصبح او النهار بيكون عم يشتغل اه بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى انه يعرف اخبار كزا كمان في مراقبة من الطرف التاني يعني برج الجدي كمان عندك نوع من الادمان عم يزعج الطرف الآخر او انت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر انك تتركه فهي الفترة مناسبة اذا كنت نهوي تترك ادمان على شي معين انا ما بقول يعني ادمان ادمان يعني ممكن يكون على اي شي مش دايما معناها اللي هو سلبي هون بشوف في الطرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأسر عم بيأسر او عم بتفرج او عم براقب او عم بيحاول يعمل تغيير في حياتك انت والشريك ولكن لا ما عم بشوف له تأثير كبير ولكن انت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى باي موضوع من المواضيع اي مجال من مجالات الحياة حابب تبعد حابب انه خلص يعني تضلك انت والطبيعة ما حدا حواليك يمكن تعمل يمكن تحاول انك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تاخد اجازة من الشغل هاي الفترة والله يريت يعني لانه شايفي فيه سترس كتير انت يعني كان موجود عندك على صعيد العلاقة اه في كتير ناس الحبيب رح يعني الحبيب رايح لهم ولكن يعني زي اللي خايف سيلي متأكد انه انت رح تصده زي اللي عمل اشي كتير كبير ما رح تغفر له هو هيك حاسس هو هيك حاسس في عقله الباطن او في يعني جواته هيك حاسس انه انت ما رح تتقبل الموضوع هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة وجرح في الكلام ممكن القراءة تكون عكسية هون شايفي فيه تغييرات كبيرة رح تصير فيه فتحة فيه طاقة في حياتك رح تنفتح اه بشوف فيه شخص اه ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن اه اشخاص ممكن تكون ببراج هوائية او نارية او ترابية اكتر شي هوائية ونارية ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة ولكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط اه على فكرة انت شخص يعني مخفي جواتك او يعني اه عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير رومانسية ما بعرف ليش ما عم تعبر عنها عم بتعبر بالعكس عن النقيد فانا شايفيتك بتحب الشخص الاخر اه بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير مش عارف ليش يعني اه الطرف الثاني بتهيأ لي طرف يعني يستحق فليش انت عم بت يعني بتعامل معا بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تضبيط للامور فيه تصحيح للامور طيب ناخد اه نصيحة لبرج الجديد نفس اللي طلعت قبل شوي مش عارفه لاي برج اه اللي هو استعين بالاخرين استعين حتى انت عم بتحاول انك تعمل كل شي بايدك اه حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر انك انت لأ انه انت قدها وانه انت ما عندك شي بس لا بقولك استعين خاصة في الشريك يعني ما في مشكلة احكي يعني وين الخوف ليش بتخاف تحكي او ليش بتعبر عن عن النقيض يعني عن نقيض مشاعرك عبر عن نفسك زي ما هي ما في داعي للانك تخاف او مهما كانت عندك تجارب او شوي سلبية في حياتك هادي نفس الشي بيقولك بيقولك مش عيب انك تبكي البكاء بيحكي لك علاج للروح فابكي مو ضروري قدام حدا يزبك لحالك بس طلع مشاعرك ما تضلك يعني مضغوط في الموضوع اي موضوع كان شوف بيقولك اهتم في حالك اكتر اكتر ما تهتم بالاطراف الثاني خالص بكفي انه عطاء 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 يعني حاولت تعمل اكتر اتوفر سبل راحة لحالك كأنه بخلان شوي على حالك يا برج الجدي ما بعرف انه طلعلك هذا الكرت اه هون بيقولك انه انت راح تكون في يوم من الايام اه شخص صاحب سلطة هذا لا يعني بس انه بالعمل ممكن يكون على على العاطفة يعني انك انت تكون معاك السلطة انت اللي تكون قوي انت الكزا فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل انت اللي راح تستعملها للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل ما بعرف على السوشيال ميديا او بالحقيقة بس انه راح يكون هاده طلع مقلوب اهان قلت طلع مقلوب انت بتفكر طول الوقت بتأنيب الضمير بانه انت اه خلينا نقول مذنب بس اطلع الكرت مقلوب انت مش مذنب لا انت بالعكس يعني اه فا بس كالعادة في علاقة ثلاثية مبينة في الكرت حتى هون بيانت مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على عالقراءات يعني حتى بالنصائح بيان انه فانا مش عارفة شكلي راح اجمع الكروت اللي فيها طرف ثالث واحرقها يعني اطلعها من الورق اه المهم بيقولك انه انت شاعر كتير بانك اه صح انه بداخلك هذا الاشي ما بتطلعه كالعادة اه ما بتطلع لجواتك بس انت حاسس بتأنيب الضمير ناحية شي معين فبقولك لا ما يعني ما تحس بتأنيب الضمير اه ما بعرف شو الموضوع بس هي هيك كانت اه النصيحة